اذا حديث القاهرة من القاهرة الى واشنطن حيث انتخابات الثلاثاء الكبير قد انتهت بالامس واعلنت نتائجها وبدى واضحا ومؤكدا ان المعركة الانتخابية مرة اخرى كلاكت تاني مرة بين بايدن وترامب تعالوا نروح الى خبرنا الكبير استاذنا دكتور مونزر سليمان مدير مركز الدراسات الامريكية والعربية في واشنطن اهلا يا دكتور مونزر منوارنا يا فاند اسلام عزيزي اهلا وسائل وتحياتي لك وللمشاهدين شكرا جدا هل كان الثلاثاء الكبير كبيرا بالفعل ام انه انتج ذات النتيجة التي كانت منتظرة ومتوقعة ولم يحمل مفاجأة للمتابعين هو يستخدمون كلمة الكبير لانه عدد الولايات يكون اكثر من 15 ولاية تقريبا ومجموع المندبين يشكلون ثلث المندبين لكل الحزبين ما يكتاجونه للفوز في ترشيح كل حزب لذلك يمكن القول انه لم يكن كبيرا على صعيد المفاجآت وان كان هناك مفاجأة بسيطة ان نيكي هيلي استطاعت كاول امرأة ان تفوز بولاية ولاية فرمونت وتسجل للتاريخ انها عن الحزب الجمهوري اول امرأة تستطيع الفوز في ولاية في انتخابات تمهيدية وهذا طبعا دخل التاريخ ولكنه لن يشكل اي حافز اساسي سوى تقديمها للمرحلة اللاحقة في انتخابات لم يكن كثيرا لانه تعتبر واشنطن ان هي يعني مقاطعة الشوكولاتة يعني بمعنى هي فيها الافارقة او السود الامريكيين من اصل افريقي بصورة طاغية وهي ولاية او شبه ولاية لانها لا تمنع حق الولاية هي ديمقراطية وبالتالي عدد الجمهوريين قلائل طبعا من ناحية رمزية واشنطن منحتها اول يعني المقاعد ولكن بنفس الوقت لا يعتبر انه فوز كولاية لانها هي مقاطعة صحيح ولا تعتبر ولاية ففيرمونت هي اللي انفردت بده لكن برضو من فكرة المفاجآت كلام عن يعني كاليفورنيا وكيف منحت مندبيها الى ترامب وكأن مفاجئة كاليفورنيا الديمقراطية زيت ال 159 مندوب فيما اعتقد او 155 منحت لترامب ولكن السؤال هؤلاء هم جمهوري وكاليفورنيا ومنسمى اين تكمن المفاجأة ليس هناك مفاجأة لا ادري لماذا تم الاعتبار انها مفاجأة هذه ولاية تقليديا تصوت لصالح الحزب الديمقراطي الحزب الديمقراطي عادة يأخذ حوالي 424 مندوب منها بينما الحزب الجمهوري يحصل على 169 مندوب وبتالي هو ربما لانه اخذ كل يعني المقاعد المندوبين ولكنها ليست تقليديا كاليفورنيا تدخل في نطاق الولايات المتأرجحة هناك ولايات اخرى يعني مثل بنسلفانيا مثل ميشيغن ويسكنسون كارولاينا هذه ولايات نيفادا يمكن ان ايضا اريزونا يمكن هي تتحول من الحمراء الى الزرقاء نسموه بنفسيجية على اساس انه تقلبها طيب كيف تقرأ دكتور منزر سليمان هذا المشهد في خلاصته اللي قدمت يعني حقيقة كاملة وهي ان احنا ازاء انتخابات تجمع بين القببين الكبيرين مميوات الولايات المتحدة الافريكية بايدن وترامب والله سبق ونشرنا في يعني مداخلات سابقة حول ان هذا دليل على شيخوخة النظام السياسي الامريكي الذي لا يستطيع ان يفرز عناصر شابة حيوية تغير في المسار القائم وتجعل حيز يعني هناك لو لاحظنا من ضمن الامور التي يمكن ملاحظتها تراجع نسبة التصويت في كل الحزبين وارتفاع مستوى ايضا تصويت الغير ملتزم للحزب الديمقراطي لبايدن وهذا لم يكن محصورا في ولاية ميشيغن حيث يتواجد العرب والمسلمين بصورة فاعلة وبارزة إنما وجدناه في مينسوتا يعني وجدناه في كولورادو وجدناه في ولايات أخرى في حمل عقومة تقود الموضوضة في كل الولايات نعم فبالتالي قد يكون هذا أحد النقاط البارزة من امتعاض العام امتعاض العام من هذه الخيارات الضيقة لشخصيتين لا تحظيان بالتعاطف والتأييد لأسباب كثيرة وإن كان على صعيد القاعدة الحزبية هناك يعني دائما التزام بأن يكون هناك دعم لكل حزب وبالتالي تحركت القاعدة الانتخابية التحدي الكبير الآن أمام الطرفين هو أن هذه الأصوات المترددة أو الأصوات المعترضة بما فيها حتى الأصوات داخل الحزب الجمهوري على فكرة يعني نيكي هيلي صحيح لم تحصل سوى على ولاية واحدة وتفوز بها ولكنها فازت في 20 إلى 30 بالمئة من الأصوات وهذه هذه قاعدة هل المجتمع الأمريكي التفت للنسبة دي يا دكتور مونزر لأنها النسبة ليست هيينة كانوا يتقدم لنا ترامب اكتسح سحق 90-80 لا إحنا أصد فيه دواير 30% و35% لك هيلي معناه أنه فيه قطاع ليس قليلاً في الجمهوريين أنفسهم ليس متحمسين لترامب بالضبط وهذا ما يفترض بأن يكون الخطوة اللاحقة لأن تكون الحمية الحزبية والالتزام الحزبي هو الغالب لكي يجذب هؤلاء نحو الانتخابات هناك أيضاً آمال لدى الحملة بايدن الانتخابية بأن يجذب جزء من القاعدة التي صوتت لي هيلي بأن تأتي أيضاً إلى أحضان الحزب الديمقراطي لأنها ممتعدة جداً من ترامب إن كان لأسباب سياسية لأسباب شخصية لأسباب أخلاقية لأسباب عرقية يعني هناك مجموعات مختلفة المشكلة أنه سيكون هناك تحدي لبايدن ولترامب بجذب هؤلاء لا بل بتحريك القاعدة الانتخابية بشكل كبير بحماس عادة الانتخابات التمهيدية عندما يكون منافسة جيدة داخل كل حزب تحفز القاعدة الانتخابية يكون أصوات جدد يأتون يتحمسون للتصويت ويراهنون على نجاح حزبهم وبالتالي يكون فيه حيوية نجد أنه هناك فتور يعني لا نجد مهرجانات حتى كبيرة لا نجد حتى خطبات في هذه الانتصارات كانت تدوي أحياناً بسبب المنافسة الشديدة التي تحصل داخل كل حزب لا نجد هذا الأمر يعني نجد فعلاً فتوراً عاماً وقد يكون أن الناخب الأمريكي كأنه ينتظر مفاجأة ما قبل المؤتمرات الحزبية كأنه يعني يراهن على أن يحدث شيئاً ما لبايدن أو لترامب وشيئ ما هو مرتبط وسبق وإشارنا إليه يعني موضوع السن موضوع الحالة الصحية والذهنية له وفي المقابل الموضوع المشكلات القانونية يواجه 91 تهمة لترامب رغم أنه يعني استطاع التخلص من العديد من التهم ولكن هناك 91 تهمة مختلفة في أربع محاكمات لا تزال ومن هذه المحاكمات ما يمكن أن يدفع في حال اتهامه وإدانته ليس بالضرورة لمنعه من الترشح لأن محاكمة العليا قررت بأنه لا يحق للولاية أن تحرم أي مرشح رئاسي من الدخول للسباق الرئاسي حتى لو كان هناك اتهامات له بأنه اخترق الدستور أو أنه قام كما يشرف في ستينانا لو أنقض المحشمت كل وراده أو منقرار كل وراده نعم نعم وبالتالي لم تعد تجرؤ أي ولاية أخرى رغم أن هناك عدة ولايات كانت ترغب ولا تزال ترغب في إقصاء ترامب وهذا يعني أنه يفرد قد يكون لدى الحزب الجمهوري من يراهن على أنه بعض الأمور القانونية قد تدفع بترامب لا بل أنه قد يكون وضعه الصحي على فكرة الذي شاهد أمس خطابه لا شك أنه شعر بأنه يعاني لترامب يعاني من بعض المشكلات الصحية هذه أشارت كثيرا لهذه النقطة أنه مش بس بايدن المسن وراجل مش مركز برضو ترامب لكن إحساس حضرك إيه ويعني وأنت في الوقت المتحدة منذ كل هذا العمر وفي قلب العملية السياسية والتحليل السياسي فيها لما بتشوف ترامب وهو يحاكي ويقلد مثل يعني الكوميديان الأمريكي بايدن على المسرح ويتحرج بطريقة كرتونية ويعيد تمثيل مشهد توهان بايدن في الخروج من القاعة إلى هذا الحد يعني المستوى التنافس السياسي أو الخطاب السياسي وصل إلى درجة الشو وإلى درجة يعني أمريكي كوميديا مش درجة خطاب سياسي موزون وقدر على أنه أقدم شيء جدي والجمهور بيدحك يعني إحنا إذا عرض مش شو مش إذا خطاب سياسي بالأسف هذا جزء من التركيبة الأمريكية والخبرة الأمريكية أنه حتى موضوع الانتخابات هو بيزنس يعني تنفق مليارات الدولارات قد نصل إلى عشر مليارات دولارات تنفق في الحملة الانتخابية ربما لن تنفق كثيرا والسبب في ذلك لاقتصار الترشيح على مرشحين في فترة مبكرة كانت عادة تم الدعايات الانتخابية والانفاق الانتخابي والمال السياسي هو الذي يلعب دور أساسي في السياسة الأمريكية الأمر الآخر أنه أيضا ميدان التسلية فعلا كما تفضلت هو نوع من الشو يعني تم تقديمه وأن هذا يشكل عامل جاذب أحيانا لشهرة الشخص ويعتمد ترامب على أنه رجل أعمال ناجح رغم أنه تثبت الحقائق أنه لم يكن ناجح كثيرا ومع ذلك هو يراهن على هذه الشهرة التي أخذها بالبراند يعني الماركة المسجلة لترامب كانت ناجحة قبل يعني الآن أن يتم تفسيخها في نيويورك في المحاكمة التي جرت والتي يعني أظهرت أنه لا يملك 400 مليون دولار على الأقل هي الغرامات التي يفترض أن يدفعها بمسألة شخصية وأيضا بتهرب من الضرائب والاحتيال المالي مع ذلك الأمريكيون ينظرون إلى المشهد السياسي بأنه مشهد يعني يمكن أن يكون مسلي ولكن المشكلة أنهم أيضا يعني هناك درجة من الحنق درجة من التدمر بأن محدودة خياراتهم كانت ولا تزال بهذا الشكل ويتمنون لو أن الأمر يتجاوز هذا الأمر إلى جيل جديد إلى جيل أكثر حيوية أكثر شبابا يعطي للولايات المتحدة نوع من الهيبة والمكانة التي كانت موجودة على الأقل كنموزج يعني لنلاحظ مثلا النقطة في غاية الأممية أن بايدن الآن يقول بأن هذه الانتخابات ليست فقط حول استعادة روح أمريكا ويردد هذا الكلام يقول لحماية وضمان حماية الديمقراطية وأن ترامب يشكل خطرا على الديمقراطية بالمقابل ترامب ماذا يفعل؟ يحرك المسألة التي تشكل الآن العصب الغرائزي بالنسبة للمواطن الأمريكي أن البلد مستباحة مفتوحة بأن عشرات الألاف ومئات الألاف يدخلون دون ضوابط وأن فيهم العديد من المجرميين وتجار المخدرات والذين يؤدون إلى تغيير النمط الحياة الطبيعي الأخلاقي السوي رغم أن ترامب نفسه لا يشكل على المستوى الأخلاقي على فكرة نبوزجا يقتدى به ومع ذلك نجد أنه يستطيع هو ابن المهاجرين كمان مفرقة أنه ابن المهاجرين طبعا طبعا مش على طريقة بايدن يعني جدي السابع الفارق بين الطرفين أن الحزب الديمقراطي يراهن أن دائما هذه القاعدة الانتخابية العريضة هي تؤيده يعني بمعنى عندما يأتي المهاجرين ويصبحون ثابتين في الولايات المتحدة ومستقرين تلقائيا 70% إلى 80% يصوتون لصالح الحزب الديمقراطي ولكن هناك ولايات تشعر الآن بمشكلة وسبق وحدثنا عن ولاية تيكساس والمشكلات الفيدرالية والتي مع الحكومة الفيدرالية ولكن نلاحظ أن خطاب ترامب وهو منع الكونغرس والحزب الجمهوري من التوصل إلى اتفاق حول موضوع بكيفية معالجة الهجر يعني رغب بايدن في إيجاد نوع من الحل ولا يزال الآن هناك رهينة مجلس النواب عدم الموافقة على مشروع تقديم الحزمة المالية التي تتضمن أيضا دعم لإيقاف وبرنامج خاص لمنع تدفق المهاجرين غير القانونيين مع ذلك وجد ترامب أن هذا يشكل عامل مساعد له إذن نجد الآن أنه من الأمور التي حصلت اليوم تراجع انسحب أحد المنافسين وهو عضو كونغرس للحزب الديمقراطي عن ولاية مينسوتا انسحب وأيد بايدن رغم أنه أصوات الاحتجاج في مينسوتا أيضا أصوات عالية ولو جمعنا أصوات هذا المرشح فيليبس وجدنا أنها قد تصل إلى مستوى ما جرى من اعتراض في ميشيغن مع ذلك الأمر الآخر أنه أعضاء بارزين في الكونغرس زعين الأقلية في مجلس الشيوخ للحزب الجمهوري الذي كان لديه مشكلة مع ترامب أعلن أنه بعد الثلاثاء الكبير أنه يعلن تأييده رغم أنه سيعتزل العمل السياسي في نوفمبر القادم وطبعا قام بتأييده رئيس مجلس النواب الجمهوري في الأغلبية البسيطة التي لا زال يحظى بها وقال بأنه نحن نعتبر الآن أنه هو المرشح وعلى فكرة هو جمع الآن من أصل 1225 صوت أو 45 صوت يفترض أن حصل على ما يقل عن ألف تقريبا وفي الثاني عشر من مارس والتاسع عشر من مارس إذا لم يحصل على الوصول إلى الرقم سيحصل فيه سيكمل المطلوب سؤال أخير ترامب بيعلن أو بيصرح في فوكس نيوز في حواره أنه إسرائيل عليها أن تنهي المهمة في غزة وأنه إلى جانب إسرائيل ويؤيد إسرائيل لا يوجد هذا التناقض بين السياسة الأمريكية الديمقراطية أو الجمهورية ورغم ذلك ورغم هذا التأييد المعلم من قبل ترامب وهذا التأييد المؤكد من قبل حزب الجمهوري لإسرائيل إلا أنه بايدن تشكل نقطة ضعف كبيرة أمام اليسار الأمريكي وأمام العرب والمسلمين الأمريكان معالجته لقضية غزة إلى أي حد رغم تطابق السياستين طرف منهم هو الذي يخسر يعني بايدن سيخسر أكثر والسبب في ذلك أنه يفترض به أن يكون الخبير في الشؤون الخارجية عندما كان رئيس لجنة الشؤون الخارجية وعضو في مجل الشيوخ وسبق له أن كان نائب رئيس لمدة 8 سنوات مع أوباما وزار العالم كله وهو على علاقة يعني يتحدث على أنه علاقة وطيضة مع كل مؤسسين الكيان الإسرائيلي يعني الذين تعاقبوا على رئاسة الوزراء وبالتالي فشلوا في أوكرانيا من جهة وفشلوا لأنه الآن روسيا تتقدم حتى ميدانيا وبدت هذه الحرب أنها فعلا حرب عبثية بمعنى أنها في الفعل كان يمكن تفاديها هذه النقطة تصب في صالح ترامب الذي قال والذي يقول ويقول بأنه حتى موضوع طفان الأقصى لم يكن ليحصل لو كان هو رئيسا أو أن أوكرانيا طبعا هناك مبالغة في قوله ولكن الشيء الثابت أنه بايدن سيخسر لأنه هو المنخرط الآن ولو كان ترامب لكان خسر أيضا نفس الأمر لأن الوقائع أشياء عنيدة ما يجري في المنطقة لا يمكن أن يقبل كسياسة أمريكية رغم اتفاق الحزبين على دعم الكيان الإسرائيلي لذلك يتهرب وتهرب ترامب من إظهار أي موقف حول هذا الأمر لأنه قدم الكيان الإسرائيلي ولينتالياهو الكثير من الدعم خلال فترة الرئاسة ولكن هناك خشية بين أنه أيضا قد يتصرف عن جهيته ويحاول فرض قيود على الكيان الإسرائيلي إذن صحيح أن نتالياهو يحاول النظر الآن بالمساهمة في إفشال بايدن عسى أن يأتي ترامب وينقزه من جهة لأنه يرغب نتالياهو في إطالة أمد الحرب ولكن بايدن يحاول الآن وقد يكون هذا الفصل الأخير لفرض وقف مؤقت لإطلاق النار وهذا نسمع عن وجود مشروع في مجلس الأمن لإمكانية أن يقدم تحت مسمى إنساني لفرض نوع من الاتفاق حول تبادل للأسرة يعني هو سيتشترك وفق وقف مؤقت لإطلاق النار في الحالة هذه حماسة ترفضه يعني الأول مرة يعني هتلاقي الطرف العربي هو الممتعد من قرار لوقف إطلاق النار لأنه بيشترك تسليم الرهائل الإسرائيليين يعني إذا صدر هذا القرار حتى لو كان هناك مشكلات في تطبيقه سيشكل أيضا إحراج لنتانياهو في استمرار الأعمال الحربية بالطريقة التي يرغب بها لأنه سيكون فعلا تبدل في الموقف الدولي والأمريكي تحديدا بالضبط وبالتالي هذا الأمر طبعا سيكون مدار انتقاد شديد من ترامب الذي قال عليكم أن تكملوا المهمة وهو التصريح القليل جدا الذي ذكروا وأنه هو ينظر أنه هي منظمة إرهابية والنقضة على السطر لا ينظر أنه صحيح يمكن أن يتم الاتهامات للكثير بالقيام بأعمال متطرفة ولكن هناك حق فلسطيني لا يمكن إلا وشعب فلسطيني يجب أن يقرر مصيره ويجب أن يكون لديه الحرية من هذا السجن الكبير ويجب أن يكون هناك فعلا تقرير مصير بدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس هذا الأمر لن يستطيع لا ترامب ولا بايدن أن يتجاهل ورغم أنه متأخرا أتى بايدن إلى الساحة ليتحدث عن هذا الأمر لا يزال خطابا وإنشاءا القول والحديث عن الحلول اللاحقة حتى الآن شكرا جدا جدا نشكرك للغاية أستاذنا كبير دكتور مونزر سليمان أشكركم وإلى فصل